السلام عليكم في هذا الفيديو سأتكلم عن واحد من أفضل حاسبات من فئة الالترابوك لونوفو يوغا 910 متوفر باللون الفضي واللون الذهبي والحاسب المواصفات طبعا السعر يبدأ من 1049 دولار أمريكي وصوله إلى 1630 دولار أمريكي نسخل معكم هذه المواصفات الخاصة بها الحاسب يأتي من نسخة مطورة من الحاسب المحمول اليوغا 900 تم الاعتماد على مادة الألمنيوم بشكل كامل السماكة جدا رائعة 14 ملي متر والوزن كامل له 1.38 كيلو جرام شعار لونوفو من الكروم الساور الخاصة بالساعات لعملية التحويل نعم هذا الحاسب يدعم التحويل إلى وضعية العرض أو وضعية الخيمة أو وضعية الجهاز اللوحي والوضعية العادية التي هي وضعية الحاسب المحمول الحاسب سيقدم لك سماعتين بتقنية الجي بي ال وأيضا بنظام دولبي فبالتالي الصوت سيكون جيد جدا على الرغم أن السماعات تأتي بفتحات صغيرة إلا أني أرى الصوت سيكون جيد جدا طالما أنك تكون في مكان هادئ الحاسب سيقدم لك مناقض محدودة اثنين يوس بي تايب سي طبعا واحد لشحن هذا الحاسب واللي يستغرق عملية شحن بشكل كامل من الصفر إلى مئة بالمئة ثلاث ساعات المنفذ الآخر بإمكانك تعمل معه أيضا مع موضوع الديس بلي بورت وللأسف ما في منفذ للذاكرة الخارجية ولا الـ HDMI في منفذ يوس بي ثرفات صفر بالحجم الكامل والزر التشغيل وإطفاء هذا الحاسب المحمول إذا بغيت منافذ إضافية فلازم يكون عندك أدابتر مسنت بمساحة جدا رائعة منفصلة عن لوحة الفتيح الأزرار بارزة مع إضاءة خلفية باللون الأبيض ما وجهت فيها مشكلة الاختصارات مع الـ F1 إلى الـ F12 مدمجة مع بعض طبعا من ناحية الكتابة ما وجهت فيها مشاكل الأزرار الأساسية مثل الشفت والكابس وغيرها تأتي بالأحجار الطبيعية طبعا واحد من الأشياء اللي برضو عجبتني في هذا الحاسب هي منطقة الفهر زر الأيمن وزر الأيسر مدمج فما استخدامهم لتعريفات الـ Windows وهذا الشيء اللي أنا أحب أنه مفروض أن كل الحاسبات ما تتمل على الطرف الثالث يكون تعريفها بشكل مباشر للـ Windows للاستجابة رائعة وخاصة إذا كنت تستخدمها لموضوع المالتي تتش فبالتالي أن الاستجابة راح تكون رائعة جدا من خلال منطقة الفهر في تقنية البصمة والتي تعمل بشكل رائع جدا مع الـ Windows Hello في أيضا الاستغلال الرائع جدا لإطار الشاشة فبالتالي حجم الحاسب جاي بمقاس 13.3 إنش لكن بسبب تقليل مساحات الإطار الشاشة فهو جاي بمقاس 13.9 إنش IPS 4K مع العلم أنه عندك خيار لاختيار F80P تدعم تقنية اللمس وزوايا الرؤية رائعة جدا ودرجات التباين والإضاءة ونسبة الألوان أقدر أقول لك أنها جيدة جدا الـ SRGB يأتي بنسبة 90% فالشيء الغريب شوي هو مكان الكاميرا الأمامية كنت أتمنى يكون في مكان أفضل فتحتاج أنه أو كحل أنه تحول إلى وضعية الخيمة عشان تكون مكان الكاميرا الأمامية لما تسوي مكرمات الفيديو يكون بالشكل الطبيعي أما فيما يخص بالأداء والبطارية فمع الكوراي 7 الكابيليك هو 16 جيجا بايت هو 512 جيجا بايت اللي هو SSD NVMe سرعات SSD جيدة جدا عندك البطارية رائعة صراحة 9 ساعات ونص الساعة وضبط مستوى الإضاءة إلى 60% ومشاهد الفيديهات بشكل متقطع وتصفح الإنترنت وغيرها أقدر أقول أن البطارية ستصمد معك إلى نهاية اليوم لو كان استخدامك مثل استخدامي ما عنده مشاكل في التعامل مع البرامج اليومية برامج الخفيفة لتحريج الصور وفيديهات برضو ما عنده مشاكل لكن البرامج الثقيلة والألعاب الثقيلة انسى لأنه يعتمد على كرت شاشة متصل اللي هو Intel HD 620 وهذا أمر طبيعي لأنه حاسب من فئة UltraBook أما فيما خص بالحرارة فمع استخدام برنامج 4Mark ما تخطى حاجز الأربعين درجة في منطقة لوحة الفاتيح والمسند ما حسيت أنه في مشكلة في موضوع الحرارة صوت المروحة أيضاً راح يكون واضح إذا كان استخدام مكثف يعني واحد الأشياء اللي لاحظت أنه في صوت المروحة وأنا استخدم برنامج 4Mark لأنه ضغطه بشكل كبير جداً على الحاسب المحمول من ناحية الاختبارات هذا الحاسب يعتبر من أفضل حاسبات من فئة UltraBook إذا كنت تبي حاسب فئة UltraBook يكون بسماكة وزن رائع وجود تصنيع عالية وإمكانية تحويل على العدد من وضعيات وأداء مع المهام اليومية وما عندك مشكلة في موضوع الكاميرا الأمامية وتبغى بطاريخ خارقة هذا الحاسب يقدم لك شاشة أيضاً جميلة وأنصح فيه نشوفكم آخر إن شاء الله مع ألف سلامة